موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في حلقة جديدة من متن الخبر حيث قراءة في أبرز مقالات الصحف المحلية العربية وأيضا العالمية وبداية مشاهدنا الكرام مع صحيفة الحياة الجديدة التي جاءت بمقالة الكاتب يحيى رباح بعنوان لماذا أمريكا ضد عضويتنا في المنظمات الدولية يقول الكاتب تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفعة قوية من خلال النجاح المبهر الذي حققته الأونروا في التغلب على أزمتها المالية الناجمة عن عدوان مباشر نفذه ضدها ترامب بنصائح من مساعده لعداء الشعب الفلسطيني وقضيته المركزية وحقوقه العادلة التي يقر بها العالم أجمع باستثناء حكومة نتنياهو وحليفتها إدارة ترامب نجاح الأونروا يقول الكاتب بأنه في تخفيض العجز من 446 مليون دولار إلى 21 مليون دولار تم بفعل مبادرات المجتمع الدولي وهذا نجاح له معاني عميق أهمها على الإطلاق في أن القضية الفلسطينية هي قضية عالمية بامتياز وكل من يريد أن يكون مع الحق والعدل لابد أن يكون معها وكل من يريد أن يسجل موقفا ضد العدوان والظلم أو الاستهتار الأمريكي الصهيوني فلابد أن يكون معها ويتحدث الكاتب أيضا الفلسطينيون يتقدمون رغم عارة تطبيع المجانية العربية الذي اعتدى من خلاله المطبعون على مبادرات السلام العربية وعرضوا أنفسهم كبضاعة رخيصة لا يذهبون إلى القدس بحجة أن هذا تطبيع ولكنهم حين يعزفوا النشيد الإسرائيلي في عواصمهم يرقصون فرحا بحجة أن هذا اندفاع نحو السلام يقول يا سلام فلسطين يتابع يحيى رباح تتقدم لأن القيادة الشرعية الفلسطينية ربما تستثمر الممكن إلى أقصى مدى ويتابع هي تقرأ بعمق أن العالم ذاهب إلى تحول جذري وأن فلسطين جزء من هذا التحول الجذري أما فلسطين فهي الحقيقة المشرقة بتراكم البطولات وكل أشكال الحضور المبدعة وبهذا نصل إلى ختام ما جاء في صحيفة الحياة الجديدة مشاهدينها الكرام لننتقل لقراءة في صحيفة القدس ونقرأ في حديث القدس لهذا اليوم جرائم المستوطنين وصمت واشنطن تقول صحيفة القدس بأنه السؤال الأهم هو أين البيت الأبيض الذي يسارع في استنكار أية مقاومة للاحتلال ومستوطنية أين هو من كل هذه الجرائم ولماذا تصمت واشنطن وبعض العواصم الغربية إزاء هذه الجرائم بينما تقيم الدنيا ولا تقعدها مع إسرائيل إذا ما تعرض مستوطنون لإصابات أو أضرار إن ما يجب أن يحدث حسب الصحيفة أن يقال عفوا هنا إن مثل هذه الجرائم تشكل أولا وصمة عار في جبين إسرائيل التي تتشدق دوما بأنها دولة تشارك الغرب قيمه ومبادئه في الحرية والعذالة والديمقراطية بينما تمارس هي ومستوطنوها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي وأخيرا فقد حان الوقت لموقف في الأسطيني عربي إسلامي جاد يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته إزاء ما يتواصل ارتكابه من جرائم بحق أبناء شعبنا العزل وهي الجرائم التي تتحمل مسؤوليتها حكومة الاحتلال وحليفتها الكبرى الولايات المتحدة التي تدعم الاحتلال وتسلحه وتموله وبهذا نسل إلى ختام ما جاء في صحيفة القدس المحلية ولا ننتقل لقراءة في صحيفة الأيان التي تحدثت عن تقرير بعنوان علماء يدرسون إقامة مصد لإشعة الشمس لحد من الاحتباس الحراري حيث أفادت دراسة أجرها علماء أمريكيون بأن الرشة مواد كيميوية على ارتفاع كبير من سطح الأرض لإعتام ضوء الشمس بهدف إبطاء الاحتباس الحراري قد يكون غير مكلف بشكل لافت حيث تصل تكلفته إلى حوالي 2 مليار دولار سنويا على مدى 15 عاما ويقول بعض الباحثين إن التقنية تعرف في الهندسة الجيولوجية باسم الحقن الجزيئي قد تحد من ارتفاع درجات الحرارة التي تتسبب في الاحتباس الحراري ولا تزال هذه التقنية غير مؤكدة وافتراضية وهي تتضمن استخدام النبيب ضخمة أو مدافع أو طائرات مصممة خصيصا لرش كميات كبيرة من الجزيئات الكبريتات في الطبق العليا من الغلاف الجوي لتعمل كمصد عاكس لضوء الشمس وقال علماء بجامعة هارفرد في تقرير نشرة بدورية رسائل أبحاث البيئة من التكلفة الإجمالية لإطلاق المسعة الافتراضي للحقن الجزيئي لمدة 15 عاما من الآن ستكون 35 مليار دولار مضيفين إن متوسطة كاليف التشغيل السنوية سيكون حوالي 2 مليار دولار وقال علماء بجامعة هارفرد في تقرير نشرة بدورية رسائل أبحاث البيئة إن التكلفة الإجمالية لإطلاق المسعة الافتراضي للحقن الجزيئي لمدة 15 عاما من الآن ستكون 35 مليار دولار مضيفين إن متوسطة كاليف التشغيل السنوية سيكون حوالي 2 مليار دولار وهناك مخاطر لمثلها وتلك التقنيات غير المؤكدة ويقول علماء إن الحقن الجزيئي قد يدي إلى عواقب سلبية مثل تسبب في موجات جفاف أو أحوال جوية متطرفة في مناطق أخرى من العالم أو الأضرار بمحاصيل زراعية وربما أمور تتعلق بالصحة العامة وبهذا نصر مشاهديننا الكرام لختام ما جاء في هذه الصحف المحلية فاصل ونعود أهلا بكم من جديد إذن مشاهديننا الكرام في ثاني فقرات برنامجنا متن الخبر لهذا اليوم ولننتقل إلى فقرة الصحف العربية ونبدأها مع صحيفة القبس الكويتية التي جاءت بتقرير أو بمقالة عفوا بعنوان أمريكا تفقد مكاسبها في المنطقة ويقول الكاتب في هذه الصحيفة منذ بداية أستينات ومع بروز المحافظين الجدد عملت أمريكا جهيدة لخلافة الاستعمار القديم في الشرق الأوسط بعدة مشاريع آخرها تعمل عليه اليوم الذي أطلق عليه صفقة العاصر ولكون أمريكا دولة عظمى ولديها القوى العسكرية الضخمة فهي قادرة على تحقيق مكاسب عسكرية لخدمة مخاططاتها السياسية ولكن الملاحظة أن ما تحقيقه من مكاسب عسكرية سرعان ما تفقده بسبب سوء إدارتها السياسية ويتابع الكاتب في هذه المقالة لذلك فإن هذه الشعوب والدول سرعان ما تتبين خطأ سياسة أمريكا وسوء تعاملها معها في إدارة شؤونها بسبب ما تبديه من صلف وتعال وابتزاز لثرواتها اعتمادا على قوتها وأهيمنتها فتعيد إلى ذاكرة الشعوب سوء معاملة الاستعمار القديم وبصورة أكثر بقاحة وعدم اكتراض لكرامة الشعوب ومصالحها ما يجعل هذه الدول والشعوب تعمل جهيدة على التخلص من نفوذها السياسي والعسكري مثل ما حصل في باكستان والعراق وتركيا وإذا كانت أمريكا قد نجحت في زرع قواعدها العسكرية في كثير من الدول فإنه مع استمرار سياستها المتبعة اليوم وتعملها مع هذه الدول سيجعلها لا تستمر طويلا ويتابع الكاتب في هذه المقالة كما أن السيناريوهات التي صغطها لتكون سببا لوجودها باتت دليلا ثابتا على نواياها السيئة للشعوب الأخرى وصار جليا حرصها وعملها الدؤوب لتحقيق الأحلام الصهيونية في تفكيك المنطقة ومسح هويتها مهما كلف ذلك شعوب هذه المنطقة وهي تسعى هذا اليوم إلى إقامة سكك حديدية وطرق سريعة تمتد من تلابيب وحتى بحر العرب مرورا بدول الخليج لإسناد قواعدها العسكرية في المنطقة عند اللزوم يقول الكاتب أن شعوب المنطقة قد أصبحت اليوم أكثر وعيا وغير قابلة للهيمنة الأستعمارية ومهما بلغت قوة أمريكا في السلاح فإنها لن تستطيع فرض نفسها بالقوة لزمن طويل في مواجهة الشعوب المقهورة وبهذا نختم ما جاء في هذا المقال لصحيفة القبس وننتقل لقراءة تقرير آخر في القدس العربي بعنوان تجاوز نتنياهو العاصفة والمنازلة مقبلة مع بارك ويقول الكاتب في هذه المقالة أحرز رئيسه الوزراء الإسرائيلي بن يمينة تنياهو نصرا صريحا على ثلاثة من خصومه السياسيين الذين حاولوا إسقاط تحالفه الحكومي عن طريق التلويح بانتخابات تشريعية مبكرة وذلك على الرغم من أنهم أعضاء بارزون في الحكومة الراهنة بدأ الجولة وزير الدفاع ذيكدور لبيرمان الذي استقال من منصبه احتجاجا على قبول وقف إطلاق النار مع حركة حماس الثاني كان نفتالي بن يمينة وزير التعليم ورئيس حزب البيت اليهودي الذي وضع التحالف الحكومي أمام واحد من خيارين فإما أن تسدد إليه حقيبة الدفاع أو يستقيل ويتسبب بذلك في انتخابات مبكرة أما الثالثة فكانت إليتشاكيد وزيرة العدل والقيادية في البيت اليهودي أيضا والتي أعلنت التضامن مع بن يمينة ولوحت بالاستقالة انتصار نتنياهو كان حاسما في هذه المنازلة إذ سرع إلى تولي وزارة الدفاع بنفسه وأحرى جابنت حين ألقى خطبة لاهبة من مقر وزارة الدفاع أشاع خلالها جوء الحرب وأنذر بأنها إجراء انتخابات مبكرة في هذه الفترة الأمنية المعقدة يعتبر خيارا غير مسؤول اللفت أن خطبة نتنياهو من مقر وزارة الدفاع كانت من جانب آخر أقرب إلى الخطبة الأولى في حملته الانتخابية المزدوجة كرئيس للحكومة وزعيم الحزب الليكود لقد صرف الجزء الأول في الحديث عن تاريخه العسكري وخاصة ضمن صفوف وحدة الاستطلاع ساعيا إلى الإحاء بأنه ليس رئيس حكومة بلا تجربة عسكرية وأنه لهذا يمكن أن يكون مفوضا في توصل إلى اتفاقيات تهديئة على جبهة قطاع غزة ثانيا يقول الكاتب بنتمسك نتنياهو بالدفاع لا يستهدف معالجة المأزق الحكومي الذي كاد أن يخلقه لبرمن وبنت لا تلميع سؤنته كسياسي عسكري قوي بل كان ثمت هدف آخر ضمني هو استباق منافسة الأبرز في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة وبهذا نصل إلى ختام ما جاء في صحيفة القدس والآن ننتقل إلى قراءة في الصعف الأردنية مع الزميل أروح عماد من العاصمة الأردنية عمال أهلا بك يا أروح شكرا لك مالك وأن أرحب بك وبمشاهدين في هذه الجولة الجديدة في الصحافة الأردنية والتي نستهلها مع صحيفة الدستور ومع مقالة الكاتب عوني الدوود تحت عنوان ضرورة البحث عن بدائل بين الحكومة والصندوق يشير الكاتب في مقاله إلى رفض صندوق النقد الدولي تعديلات النواب على مشروع القانون الضريبة ويقول إن المشكلة قد تبدو رقمية بين الحكومة وصندوق النقد من ناحية وبين الأعيان والنواب من ناحية أخرى فمشروع القانون من المفترض أن يوفر نحو 280 إلى 300 مليون دينار وتقول الحكومة إن تعديلات النواب خفضت المبلغ المستهدف تحقيقه من إقرار المشروع بنحو 100 مليون دينار وتعديلات الأعيان على تعديلات النواب جعلت التخفضات نحو 50 مليون دينار فقط ويضيف الكاتب الحل الخروج من هذه المعضلة يكون بتوافق حكومي مع الصندوق لإيجاد بدائل ممكنة لتقريب فجوة المبلغ المستهدف بعيدا عن التضييق على القطاع الصناعي وسوق عمان المالي وحتى القطاع الزراعي للبقاء على قطاعات إنتاجية قادرة على إحداث فرق إيجابي بمعدلة النمو وقادرة على جذب استثمارات وخلق وظائف ومن صحيفة الدستور ننتقل إلى صحيفة الرأي ومع مقال الكاتبة رزان العرموطي تحت عنوان من وإلى أين مواقع التواصل الاجتماعي تقول الكاتبة باتت تطبيقات التواصل الاجتماعي تزدهر يوما عن يوم حتى أنها أصبحت من ضروريات الحياة التي يصعب الاستغناء عنها إلا أننا وللأسف في الآوينة الأخيرة أصبحنا نلاحظ أنها أصبحت منصة لنشر الفساد والفتنة وأصبحت تسير باتجاه التفاعل السلبي والهادم بين الناس بدلا من التفاعل الإيجابي البناء فقبل وجودها كنا نسمع أو نقرأ خبرا ما ونحن ميقنين تماما أنه صحيح لأن مصدره واضح وموثوق أما الآن أصبح العالم والجاهل الصغير والكبير يكتب رأيه حسب مفهومه الشخصي وتضيف الكاتبة يأتي دورنا هناك أفراد بأن نكون وعيين مثقفين بما يكفي لعدم السماح لمثل هؤلاء المزيفين المقنعين المختبئين خلف شاشات حواسيبهم بأن يغزوا حياتنا ولا نعطيهم الفرصة لنكون وسيلة لنشر وتدول ما يحاولون بثه في مجتمعاتنا ونفوسنا وأي خبر قبل تدوله يجب التأكد من مصدره فإن غاب المصدر غابت الحقيقة وننتقل إلى مقال الكاتب برهوم جيرايسي في صحيفة الغد تحت عنوان من يقرر لجيش الاحتلال؟ يقول الكاتب أفلت بن يمين نتنياهو حكومته من السقوط وحل الكنيسة والتوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة وهذا إلى يلغي مصلحته الشخصية بانتخابات مبكرة وقد دارت الأيام الأخيرة في اتلافه ومعسكر اليمين الاستيطاني حول استعراض عضلات من يستطيع فرض جندته على الجيش ولكنهم كلهم يعلمون أن لا أحد منهم قادر على أن يفرض إملاءاته على المؤسسة العسكرية التي تقودها مصلحة الكيان العليا ويضيف الكاتب يجري الحديث عن التيار الديني الأكثر تطرفا سياسيا وهو المسيطر سياسيا على مستوطنات الضفة ويتغلغل بشكل غير مسبوق داخل حزب الليكود ويؤثر على الشخصيات العلمانية فيه وحسب التقديرات فإن حوالي ثلثة ضباط في الجيش باتوا من هذا التيار وزيادة نسبة هذا التيار الديني الواقع تحت سطوة حاخامات متطرفين ستنعكس بالضرورة على حسابات الجيش وتعطي وزنا أيضا لحسابات أجندتهم الدينية والسياسية ما يعني زيادة تطرف على التطرف القائم حاليا ومع صحيفة الغد تكون جولتنا في الصحافة الأردنية قد انتهت ونعود إليك مالك شكرا جزيلا لك إذا كنت معنا من عمان أروى حماد لننتحول إلى القاهرة ومعنا من هناك نور الصباح لتحدثني عن بعض الصحف المصرية التحية لك مالك ولكم مشاهدين في هذه الجولة بين أعمدة الصحف المصرية والتي تأتيكم دائما عبر برنامج مثن الخبر ونبدأ من صحيفة الأخبار والدكتور سمير فرج يكتب تحت عنوان الفرق بين الحرب التقليدية والحرب النووية والنادي الدولي النووي وفي هذا المقال يقول فرج لعل آخر استخدام للأسلحة النووية كان أثناء الحرب العالمية الثانية والتي بدأت كحرب تقليدية وانتهت بضرب مدينتي هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين بالقنابل النووية لتنتهي بعدها هذه الحرب وتتغير قواعد اللعبة بعدها بأن يسمح النادي الدولي النووي لبعض الدول بامتلاك السلاح النووي لأغراض الدفاع شريطة أن يكون جيرانهم مالكين للسلاح النووي ولعل أبسط مثال على ذلك يقول الكاتب هو السماح لسوريا بامتلاك سلاح كيميائي بعدما امتلكت إسرائيل القنبلة النووية في حين لا يسمح لها النادي الدولي النووي لدول أخرى بتملك السلاح الكيميائي مثل ليبيا أثناء فترة حكم القذافي والسودان حيث تتم تدمير مصانع الأسلحة النووية لهذه الدول أما في صحيفة الأهرام فالدكتور عبدالعليم محمد يكتب تحت عنوان لاحتفال بمئوية الحرب عود على بدء ويقول محمد اختلف الاحتفال بمئوية الحرب العالمية الأولى هذه المرة في بقيس عن الاحتفال بهذه الذكرى في الأعوام السابقة حيث سيطرت الهموم الأوروبية التي تتعلق بالسلام والأمن الجماعي والمستقبل والتعددية في إدارة العلاقات الدولية والفجوة التي تزداد اتساعا مع الإدارة الأمريكية الجديدة حول العديد من القضايا الدولية ربما لعب تطور شكل الاحتفال بهذه المناسبة لعب دورا في تصدر هذه الملفات هذه المناسبة المئوية حيث لم يعد الاحتفال بالسلاح والمقاتلين الذين ضحوا بحياتهم في هذه الحرب هو العنصر الغالب أخيرا في ذات الصحيفة الدكتور أحمد عاطف در يكتب تحت عنوان أخطاء مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ويقول الكاتب في هذا المقال انطلقت منذ أيام فعليات الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي وسط طموحين رسمي وشعبي أن يكون المهرجان من أهم منابر التنوير لمصرنا العظيمة ويضيف الكاتب حافظ مهرجان القاهرة السينمائي طوال تاريخه على تألق ثقافي والتزام وطني جعله من أهم مهرجانات العالم بفضل رؤسائه المتعاقبين وأهمهم الكاتب الكبير سعب الدين وهبة لكن منذ عدة سنوات والمهرجان يتخبط وترصد الصحافة أخطاءه الضخمة ويقول الكاتب من أهم هذه الأخطاء هو إصرار المهرجان سابقا على تكريم المخرج الفرنسي للوش رغم أنه داعم كبير للكيان الصهيوني مشاهدين هنا تنتهي هذه الجولة بين أعمدات الصحف المصرية نشكر لكم حسنا متابعة عودة إليك مالك في استوديوهات رمالله شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا جزيلا لك إذن كنت معنا من القهرة نور الصباح على كل هذه التفاصيل من الصحف المصرية مشاهدين فاصل ونعود أهلا بكم من جديد إلى المشاهدين الكرام في فقرة جديدة الآن نتحول إلى الصحف الدولية وبداية مشاهدين الكرام مع صحيفة الاندبندنت البريطانية التي تحدثت بين الاتحاد الأوروبي اعتبر بأن اختبار سيرجو راموس للمنشطات الإيجابية بعد نهاي دوري أبطال أوروبا بالخطأ الإداري اعتبر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اختبارا إيجابيا على المنشطات من قبل سيرجو راموس بعد نهاي دوري أبطال أوروبا في عام 2017 بأنه خطأ إداري بعد أن لم يكشف طريب فريق ريال مدريد عن حق نماذة محظورة قبل المباراة وفق ما ذكرته صحيفة ديرش بيجل الألمانية في القصة الأخيرة التي نشرتها صحيفة الألمانية كجزء من سلسلة مباريات كرة القدم تزعم بأن راموس أثبتت فعليته للمنشطات بأنه أخذ دواء غير مسبوح به إلا إذا وافق وأبلغ الطبيب به لإدارة الفريق لم تذكر إذن أوراق راموس أي إشارة إلى المنشطات بدلا من ذلك تفصيلا بأن الإسبانية الدولية تلقى حقنة من أدوية ممنوعة في كتفه وركبته وهو دواء ربما يستعمل في غالب الأحيان لإيقاف فعالية هذه الإصابة ولكنه ممنوع إلا بإعلام من الطبيب لإدارة النادي هذه المادة المحظورة في الحادث والنادي كانت في غير توقعات النادي عفوا وأعلم النادي بأنه الطبيب هو من لم يعلم إدارة النادي بهذا أو بإعطاء سيرجو راموس هذا الدواء وبالتالي لم يعلم النادي الاتحادة الربية عن هذا الدواء وهو ما أحدث لوبس وكان أو كاد أن يتهم فيه سيرجو راموس بأنه أخذ المنشطات وبهذا نختم مباجئة في هذا الخبر من صحيفة الاندبندنت وننتقل إلى اليورك تايمز ونقرأ فيها تقرير أمريكي يخالف توجهات ترامب تغير المناخ سيكلف الاقتصاد مئات مليارات الدولارات حيث قال تقرير حكومي أن تغير المناخ سيكلف الاقتصاد الأمريكي مئات مليارات الدولارات بحلول نهاية هذا القرن مما سيضر بكل شيء من صحة الإنسان إلى البنية التحتية والامتاج الزراعي وعفر رفض البيت الأبيض التقرير وقال أنه غير دقيق وهو جزء التقرير الذي صدر وكتبته أكثر من 12 وكالة وإدارة حكومية أمريكية التأثيرات المتوقعة لارتفاع حرارة الأرض وفي كل ركن من المجتمع الأمريكي وذلك في تحذير شديد يتناقض مع برنامج إدارة الرئيس دونالد ترامب المؤيد للوقود الحفوري وقال التقرير أو تقرير الجزء الثاني من تقييم الوطني الرابع بشأن المناخ وفقا لوكالة رويترز أنه مع استمرار زيادة الانبعاثات بمعدلات تاريخية فمن المتوقع أن تصل الخسائر السنوية في بعض القطاعات الاقتصادية إلى مئات المليارات من الدولارات بحلول نهاية هذا القرن أو أكثر من ناتج المحل الإجمالي الحالي في العديد من الولايات المتحدة وقال تقريران أن ارتفاع حرارة الأرض سيدر بالفقراء بشكل غير متناسب وسيقود على نطاق واسع صحة الإنسان ويدمر البنية التحتية ويحد من توافر المياه ويغير الخطوط الساحلية ويزيد التكاليف في الصناعات إلى الزراعة إلى مصائد الأسماك وإنتاج الطاقة تتعرض هذه الدراسات مع السياسات في عهد ترامبا الذي تراجع عن حماية البيئة والمناخ يبان فترة الرئيس السابق باراك أوباما ليزيد إنتاج الوقود الاحفوري المحلي بما في ذلك النفط الخام وهو بالفعل عند أعلى مستوى في العالم بما يفوق السعودية وروسيا وبهذا نصل إلى ختام ما جاء في هذه المقالة التي تناولناها من الاندبندنت ونيورك تايمز الآن نترككم مع فقرة الكاريكاتير ومع هذا الكاريكاتير نصل المشاهدين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج جيمت الخبر دمتم بخير وللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر